اهلا وسهلا بكم في برنامج الخروج من الظلام البرنامج اول حلقة لنهار ده اتكلم معاكو عن في البرنامج عن 3 فقرات الفقراء الاولى الفقراء التحفيزية الفقراء التانية الحاجة قوم الاختراع الفقراء التالتة هي مشكلة مجتمعية هنرجع فاصل ونرجع لكو تاني اهلا وسهلا بكم في اولى فقرات البرنامج وهتكلم معاكو النهار ده عن الفقراء التحفيزية عن قيمة الانسان في سنة 1948 بعض علماء الجيولوجيا نزلوا لجنوب افريقيا وكان فيهم عالم العلماء اسمه العالم يوكي العالم يوكي كان بيحكي كسته وهو ماشي في الطريق وراجع لفندق لقى طفل صغير معا حجر كانت مهمة العلماء دول ان هما يدوروا على الماس والاحجار الغريبة فكان الطفل معا حجر فقرب من الطفل فحاول العالم يوكي ان هو ياخد من الطفل الحجر مقابل ان هو يدي له فلوس فالطفل بالفعل رفض وحاول العالم يوكي ان هو ياخد الحجر بطريقة تانية وجاب له كتعة حلوة وبالفعل خد منه كتعة الحلوة واعطاله الحجر العالم يوكي بعد ما راح الفندق اكتشف كذا مرة الحجر وحاول ان هو يبقى مزهول ساعتها وحاول ان هو اسأل نفسه ازاي الطفل ده ما اخدش باله من قيمة الحجر ده اللي كان معاه وبالفعل دي مشكلة ناس كبيرة كتيرة قوي وموجودة في الحياة ان هي مش عارفة ايه بتنفسها الحجر ده كان لو تشكل كان هيتباع بملايين الدولارات في فرق كبير بين القضاء والقدر القضاء ان انت يبقى اسمك فلان وبوك اسمه كذا واخواتك كذا وكذا وكذا وقعد في المنطقة الفلانية وده بيكون قضاء لكن القضاء هو الاختيار فيما بعد القضاء هو ان انت هتكون دكتور ولا مهندس ولا انت عاوز تفضل مكانك زي ما انت نتيجة اي حياة اي انسان بتكون نتيجة يا اما تأسيسه يا اما اختياره تأسيسه زي زي ما تكون انت متربي في بيت عادي وتطلع عادي ده نتيجة تأسيسك لكن تكون متربي في بيت عادي وتكون نتيجة اختيارك ان انت تطلع عالم او دكتور او مهندس عشان ننجح في الحياة ونسعد في الحياة نعرف ايه امكانياتنا في الحياة ايه هي مكونات الانسان الانسان بيتكون من الانا الفاعلة والروح اللي هي مسؤولة عن الطاقة والقلب هو المسؤول عن التصديق والجسد اللي هو مسؤول عن الحركة والعقل اللي هو مسؤول عن التخطيط واخر حاجة النفس النفس اللي احنا مش عارفين امدها يطرى المسؤول في ده كله عن النجاح يطرى قلبك ولا عقلك ولا جسدك ولا قلبك الطيب ياما شوفنا ناس البع طيب وما نكحتش وشوفنا ناس برضو مش متعلمين وما نكحتش وناس مسؤولين وما نكحتش النجاح بيأتي من النفس شوفنا ناس ما بتشوفش ونكحت وناس جزء من جسدها مش موجود ونكحت ده بيرجع لكوة النفس ايه هي النفس النفس هي جسم النراني لطيف ينشأ من تجانس الجسد مع الروح تنشأ ساعتها تنشأ النفس عاملة زي لونين لما يختلطوا ببعض زي لون الاصفر واللون الازرق لما يختلطوا ببعض يطلع لنا اللون الاخضر يا ترى بقى انت عارف ايمة نفسك ربنا بيقول في الكرآن ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يفلح من قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يفلح ويسعد وينجح من يزكي نفسه ويفضل موجود تعيز طول حياته وما ينجحش الي وسيء لنفسه النفس انواع في نفس قوية ونفس مغرورة ونفس توضعة ونفس ضعيفة طالما النفس هي المسؤولة عن النجاح اما ليه ما بننجحش ما احنا عندنا النفس واحدة ربنا بيقول ما ظلمناش طبعا ربنا لما بيقول يا أيها الذين امانوا اتاكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة كلنا اتخلقنا من نفس النفس لكن واحد يقول لي انا ربنا خلقني فقير او خلقني عقلي كده او تفكيري كده وان انا راضي بالقضاء ده ودي حياتي ده تفكير غلط ربنا بيقول واما اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا ربنا لما بيديك مال او ياخد منك الاثنين ابتلاء ولكن ربنا بيقول ومن عامل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ربنا ما ظلمت حد كل واحد فينا هو اللي بييده يزلم نفسه او يسعد بنفسه في حاجات كتيرة بتوقفنا في حياتنا زي التأجيل الناس فاكرة ان العمر طويل وفاكرة ان هما يحققوا ادفهم فيما بعد في المستقبل فيجري بهم الزمن فيتمنوا ان يعود باي سمن فاليوم بين يديك بدون ألم فلا تضيعوا حتى لا يحتلك الندم لو انت دلوقتي عمرك تلاتين سنة وزي ما النبي قال اعمار امتي بين ستين وسبعين ومنهم من اقل ومنهم ازيط طبعا لكن لو حسبنا دلوقتي عمرك لو تلاتين سنة وعمرك هينتهي بعد ستين سنة هيتبقى لك تلاتين سنة التلاتين سنة دول لو حسبتهم من يومك اليوم بيكون فيه تمن ساعات او تسع ساعات نوم يعني تقريبا تلت او اكتر من التلت في العمر يعني لو عمرك تلاتين سنة هيتبقى لك عشرين سنة بس وزحمة وموصلات واكله وشربه وشغله ومكالمات وكل حاجة بتلهينا ومش حاسين بقيمة الوقت برضو في حاجات بتورس جوانا زي كلمة مستحيل المستحيل اللي احنا شايفينه على ارض الواقع ما بقاش مستحيل لو رجعنا من اول لما الارض اتخلقت وربنا خلقها كانت ارض فضية ما فيهاش اي حاجة معمرة خالص كانت البيوت ما كانتش موجودة كانت الطيرات موجودة لا برضو ما كانتش موجودة ما كانتش فيه اي وسيلة للترفيق او اي وسيلة للمعيش لكن الانسان هو المسؤول ان هو ييجي عمر ايه الارض دي فيه ناس تقولك ان الظروف هي اللي مش مساعدانة الظروف عمرها ما كانت سبب اغلب اللي نجحوا كانت ظروفهم وحشة جدا النفس النبي قال عنها رحم الله امرين عرف قدر نفسي بعض السلف قالوا كان منهم مقاتل ابن سليمان قال ان الجسد وقت النوم فيه نفس وروح وحياة في وقت النوم الجسد بتفارج النفس بتفارج الجسد وتخرج كحبل ممتد الى اي مكان تختاره هي يعني ممكن تسمع وتشوف وتسافر كمان بالنفس النفس اللي هي ممكن من عن طريق الام تعرف ان ابنها اذا كان في مشكلة او في محنة هي دي النفس اللي احنا مش عارفين ايمتها كل واحد لازم يعرف ايمت نفسه هل هو فعلا مزكيها ولا مدسيها هل هو فاكر ان النجاح ده ربنا بيختاره الحد والحد تاني لا لا طبعا ربنا بيقول لا يغير الله قوم حتى يغيره ما بانفسه يعني مش هتكون ناجح الا لما انت عاوز تنجح ولا هتكون سعيد الا لما انت عاوز تكون سعيد اهم حاجة ان احنا ناخد بالنا من اللي جاي اللي جاي صعب جدا في الحياة ودي فقرة هتكلم معاكو فيها موضوع هتكلم معاكو فيه في الفقرة الاخيرة وهي المشكلة المجتمعية دلوقتي ايه برضو اللي ما بي نجحناش في الحياة عدم سكتنا في نفسنا السكة في النفس اهم حاجة للوصول الى الهدف يعني لو انت عاوز توصل بجد الهدف اللي انت عاوزه لازم تزود سكتك بنفسك اول حاجة لازم تعرفها ان انت تعرف نفسك وتعرف كل واحد مختلف نفسه عن الاخر كل واحد عارف اخطاء وعيوبه عن الاخر علشان تعرف الاخطاء دي لازم تقعد مع نفسك زي اكي انك قاعد مع واحد وايه عاوز شريك في موضوع واقعد مع الشخص ده بتعرفه الاول قبل ما تخش معاه شريك تقعد معاه تتكلم معاه تفهمه تعرف ايه اللي بيضايقه تعرف ايه اللي ما بيضايقوش فبالتالي تنتج صورة لك ان انت هتكمل معاه اولا لكن النفس ملازمك لازم تعرفها وبرضو ما تحبهاش قوي عشان تكون اناني ما ينفعش تحبها قوي تاني حاجة لازم تخطط ليومك وتتخيل يومك هيمشي ازاي يومك ده لازم تتخيله وتشوف انت هتبدأ يومك ازاي وتبدأ تقول انا هخش اخد شاور او هعمل او هنزل او روح المكان الفلاني او روح جمعتي او روح شغلي او روح زيار الفلان او ابدأ مثلا في عمل حاجة جديدة وده بتبدأ تخطط له وده بيبقى اسمه استعداد والاستعداد ده جزء كبير من السكة في النفس حاجة التانية اللي انا عازة اقولهلكو هي ان انت ما تسمعش لكلام سلبي من كل اللي حواليك ان انت ما تقدرش لا انت تقدر ويبعد عنهم حاول تصدق نفسك ودي اهم جزء في الموضوع كله ان انت تصدق نفسك لو ما صدقتش نفسك مش هتاصل ولا هتنجح ولا هتكون سعيد قولي نفسك كلام حلو اهم حاجة برضو تصدق الكلام الحلو ده زي ما تكون انت قاعد مثلا بتشاهد مصارعين اللي اتنين بيتصاروا مع بعض المصارع الضعيف هو اللي سكتوا في نفسه ضعيفة لكن لو اللي اتنين سكتهم قوية هيستمروا الى الابد تاني حاجة واخر حاجة عزا ولهلكو هي التكرار والتدريب زي السواء السواء لما تتمرن السواء في مكان مفوز زحمة وتبدأ تاخد العربية وتروح لمكان زحمة بتبدأ تخاف وسكتك تقل شوية هنا الوصول للسكة بالنفس بيصل من المخ لما تتدرب كتير ده بيخليك لما تتحط في الحاجة دي بيخلي مخك يوصل لك يقولك انت جربت ده فبالتالي لما بتجربه بيخليك تبقى اكثر ثقة في نفسك ودي كانت نهاية الفقرة بتاع الفقرة التحفزية وهي الفقرة الاولى ونطلع لفاصل ونرجع لكو تاني في الفقرة التانية ورجعنا لكو تاني للفقرة التانية وهي الفقرة المسؤولة عن الحاجة أم الاختراع أحكي لكم كسة طفل اسمه توماس الطفل ده كان في المدرسة وكان ما بيفهمش بسرعة فالمدرسة طلبت من والدته ان هي تاخده علشان هاو ما بيفهمش وما تجيبوش المدرسة تاني تاني خالص لكن الأم ما يقسيتش وبدأت تعلم في ابنها وبدأت تشجعه وتزود ثقاتها في ثقاته في نفسه وبدأت تعلم العلوم بطريقة جميلة جدا وبدأت تحببه في العلم عمتا وهو عنده 12 سنة طلب من والدته ان هو يعمل معمل عشان يعمل تجارب والأم هنا ما رفضتش لكن أمهات كتيرة ساعات بترفض وساعات بنسمع كلام سلبي زي ما كنا نتكلم في الفقرة الأولى ان التشجيع والنجاح هو التشجيع هو من أساس برضو النجاح لازم نشجع بعض وما نخليش الكلمة الوحشة توقفنا لكن اللي أنا عزا أقوله لكم في الكصة دي ان التفلي ده جات والدته تعبد ولما الطبيب قرر ان هو يعمل لها عملية فرفض ان هو يعمل عملية علشان الليل أتى أتى الليل فكان ظلاما عليه وألاما على والدته هو والدته كان بتتقلم من كتر الألم ده حب ان هو يعمل حاجة تغير الألم ده وان ما فيش حد زي والدته يحس بالألم ده تاني لكن الكصة ما انتهتش على كده الكصة كانت بتجارب نالت بالفشل مرة والتانية والتالتة حب يعمل من أسبوع كهربائي فشل حد 99 مرة ونجح في المرة المية المرة المية نجح فيها وكانت أسعد لحظة في حياته وكانت كان المصباح بيقعد 40 ثانية وقال ساعتها إن المصباح طالما قعد 40 ثانية 40 دقيقة قصدي يقدر يعد 100 سنة وبالفعل نجح وده وده الهدف من الكصة الإصرار والعزيمة في ناس كتير ما بيكونش عندها إصرار حتى لو فيه أخطاء في حياتها بتبدأ تجرب وتكمل وتعافر لازم نعرف المشاكل اللي بتقابلنا وتوقفنا إيه علشان نكمل الفشل ده كان هو بيقول عن الفشل إنه هو كان حلول وإن الفشل ده تجارب ما يخليش اللي بعده يجي يجربها فكانت أسباب لنتيجة الإيه النجاح وفي آخر عمره توماس إيديسون قال إن النجاح اللي هو كان فيه ده والوصول اللي هو وصله ده كان نتيجة 1% بس زكاء و99% عزيمة وإصرار فين العزيمة والإصرار فين سكتنا سكتنا في نفسنا لازم برضو ناخد بلنا إننا نشجع بعض نشجع أولادنا ليه ما يعملوش حاجة من سبب ليه ما يخترعوش حاجة من اللي حواليهم من احتياجاتهم الأساسية وبكده نكون انتهينا من الفقرة التانية ونطلع لفاصل ونرجع لكم تاني 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 استنون وارجعنا لكم تاني في الفقرة التالتة وهي مشكلة مجتمعية إن الزمن ما بقى إزاي الزمن الفرحة والسعادة راحت من بيوتنا الخير والبركة والحب انكردوا العالم بقى كله مليء بالأحزان والهموم الإمام الشفعي بيقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجز الزمان بغير زنب ولو نطق الزمان لنا هجانا ويأكل وليس الزئب يأكل لحم زئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا يترى إيه الأسباب اللي خلتنا عايشين في زمن غير الزمن أول حاجة الأفلام والمسلسلات اللي ورست فينا عادات وتقاليد غير اللي تربينا عليها بقينا نكتبس من مسلسل ممثل يمثل دور في مشهد ناخد منه حركة أو ناخد منه طريقة لبسه أو ناخد منه ردود أفعال ونورسها جوانا لحد ما كبرنا وعرفنا أن الحاجات دي ضرتنا المهرجانات وأغنيها اللي ضرت المجتمع وضرت شبابها وخلت الشباب فعلا عايشين في دور أن العالم كله متأمر عليه وبقى يسمع أن الصحاب غدرين ونسمع أكلام ما ينفعش يتسمع في المجتمع اللي احنا فيه ده التكنولوجيا اللي بنستخدمها غلط الفيسبوك لما نعز بعض فيه كنا زمان بنسافر محافظات عشان نعزي دي الوقت ما بقاش فيه الاهتمام ده حاجة تالتة وهي نظام الأسرة نظام الأسرة اللي احنا قابلنا أنه هو يكون كده أن كل واحد يأكل في المعادل اللي هو عاوزه كل واحد ينام في الوقت اللي هو عاوزه كل واحد ييجي في المعادل اللي هو عاوزه زمان كنا لما كنا بنتصحر وبنصحى عشان نتصحر رغم التعب لكن كان فيه حب وبركة لكن كان فيه دفع كان فيه كل حاجة حلوة كان آخر يوم في رمضان لمتنا ونتلع فاصل ونرجع لكو تاني ونرجع لكو تاني ونكمل أسباب اللي خلتنا نبعد عن بعض كرهنا لبعض النبي كان بيقول لنا حب الأخي كما تحب لنفسك كان النبي بيوصينا على سبع جار كنا زمان بنعمل حاجات كتيرة يكون فيها ود إن احنا مثلا لما نعمل أكل نوزعه على جراننا لما نعمل حلويات برضو بنوزعه على جراننا لكن دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده نادر قوي لما نلاقي الحاجات جدي بقينا ما بقاش فيه عندنا صلة رحم قالت قوي عن زمان بقينا نسمع كلام الآخرين رغم إن ربنا قال إن جاءكم فاصلكم بنبع فتبينوا لما حد يجي قال لنا حاجة بنصدقه وبنكره وبنخالف الشخص اللي قال علينا المشاكل اللي ما تتحلج بسرعة وبقت في بيوتنا لكن فيه أثار جانبية ضرتنا في المجتمع هي هموم ومشاكل وأحزان وابتئاب ووحدة بقينا عايشين فيها الأمراض اللي كان اللي بقيت موجودة بسبب الضغوط النفسية لما بيكون فيه ضغوط نفسية بيكون فيه فقد شهية وبيأثر على إيه فاكر الدم وبيؤدي إلى نبات قلبية تاني حاجة ضحف جهاز المناعة وده بيسهل وجود سرطنات في حياتنا تالت حاجة هرمون الإجهاد اللي بيؤدي إلى تضييق الشرايين لكن عشان نعالج الحاجات دي لازم نبص عليها ونشوفها ونعرفها ونلمسها لازم يكون فيه سلة رحم لازم نبعد عن الأغاني ونبعدها عن أولادنا والأفلام والمستسلات اللي بنكتبس منها لعادات التقاليد دي نغير نظام الأسرة ونرجع زي زمان نرجع باهتمام لبعض نعرف فنون التعامل مع بعض نعرف فنون التعامل مع أخواتنا وولادنا وأبهاتنا وأمهاتنا نعرف كل حاجة ترجعنا عن بعض تاني نعمل يوم يرجعنا لإحساس زمان فيه دراسة بتقول أني خمسين في المية من الإصابة بالموت المبكر كانت بسبب البعد عن الأسرة والمجتمع لكن لو قضينا هتختفي النسبة دي فيريت كل واحد يعالج الحاجة دي في فيتو وتبدأ تغيرها في بيتك وده هيكون نتاجة على المجتمع كله لو كل واحد تغير في بيته هتكون النتيجة على المجتمع فإن الله يقول لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكده قد انتهينا من الفقرة تالتة وجينا لآخر برنامج ونقولكو مساء الخير 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 شكرا